الخطوات النيضانية هي خطوات واحدة نحن مؤثرون بجدولة زمنية للتاريخ الجهاز الشفاوي إن كان من حسم سيكون قبل الجهاز الشفاوي تالي أمامنا وقفة وطنية أمام البرلمان يوم السبت إن شاء الله اللي غتكون خلال التعبير عن رفض دينا دي للتسياسات وفوحة السياق دي الاستكمال وحد أشكال نيضانية كان تجاوب مع الشكايات ومع الخطوات المؤسستية اللي درناها ومع انتباه لنبط الشارع تبارك الله أرجو الله غمشي ونقرعه ما كانش تجاوب آخر خطوة هي إدراب على الطعام مفتوح شي من باب المزايدات ولكن من باب لغة الواقع ولغة التحذير والتنذيل من واحد المآلات التي ستدخل إليها القضية يعني لا تحمد عقبة لأننا كشباب ما قاعدة ما نخسروا يعني الأعمار دينا فقط ثلاثين نواجهه بسياسات إقصائية من مجموعة من المباراية ومجموعة امتحانات فاشنبق؟ وأن نواجه بوحد الحيف والظلم والإقصاء والزبوني والمحسوبيان وأكثر من ذلك أن نلجأ إلى المؤسسات وأن لا يتم احترامنا لأن احترام المواطن تتجلى في خدمته لذلك نجد أن القضاء في خدمة المواطن الإدارة في خدمة المواطن الأمن في خدمة المواطن تجاهل يساوي عدم احترام فأنا ذاك سنعرف بأن لا موطئ قدم لنفذ البلد وبأن هذ القاوني كل هذي كنقرأ ومحده شعارات وأن القانون يطبق على الضعيف فقط لذلك سنأخذ معاكة الأمعاء الفارغة وأقول أن التاريخ بيننا لا يوجد رجال الوراء فهذه هي خطوات النظالية لأننا لا نقاش نكترو بزيارة ونقول أننا نمشيون الدول والقضية لا نرصوش المزيدة على بلادنا وفي نفس الوقت نحن الوضوح وما تنسوش تابنوا معنا فلاشين واتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي